أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري خالص متابعاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة البرنامج جاءت في ضوء المستجدات الدولية وأضف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن الفترة القادمة لن يتم فيها اتخذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين خدينا أكد مرة أخرى أن كان النقاش الرئيسي هو أن احنا كدولة في ضوء هذه الظروف والخطوات اللي تمت أن احنا الفترة القادمة مش عايزين ناخد أو مش هناخد أي قرارات من شأنها أنها تضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين وكان هناك تفاهم كامل من الصندوق لهذا الأمر وطبعا حضراتكم متابعين اللجنة المراجعة بالفعل بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنين من الحكومة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي أيضا مع بقية الوزارات وحيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكن الشيء المهم جدا اللي أنا حابب أن أنا أوضح هذه الرسائل السيدة مديرة السندوق هنقت الدولة المصرية وهنقت الحكومة بالخطوات النكحة اللي أمنا بيها واللي أهمها أن فعلا هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف وإن هناك النهاردة قدرة على الحمد لله استقرار هذا السوق وكأكدت وكلام ده كله من خلال الواقع العملي إن لا توجد أي طلبات متأخرة أو يعني موجودة في البنوك وإحنا مش قادرين إن إحنا ندبر لها العملة الأمور هناك معايير كاملة عشان تطمئن أي خبير بإن هناك سعر صرف مارين الحمد لله كلها متحققة